موسم رمضاني كبير جدا وعظيم جدا انا كنت بنظر فيه بمنظور عام منظور الابداع المصري الابداع المصري سواء كان في استراليا او في امريكا لكن صاحب الابداع مصري ودي السلعة الغالية اللي عندك مش عند غيرك الابداع ودي خناءة كبيرة جدا من لدي الابداع ممكن يبقى لديك المال لكن الابداع ده موهبة وانا بقول لحضراتكم قاعدة سنة جديدة في هذا الموسم انه لا نجم كبير ولا فلوس كتيرة تحقق النجاح النجاح يحققه العمل الجيد فممكن تلاقي نجم كبير جدا والعمل وتلاقي انتك ضخم جدا وبرضه نص نص وتجيب شباب صغيرين وتعمل لهم مسلسل صغير جدا بس ورق مكتوب وممثلين صح وكلام جميل ويدرى في السم الابداع في رمضان اللي فات ده انتصر الابداع امام النجومية والمادة وده المثقفين يفرحوله فبقى سلاح الابداع هو الاقوى وانا مرة تانية بقول الابداع المصري ليه؟ ومش هتكلم عن إنتاج الشركة المتحدة بس لا انا هتكلم عن كل مصري كل مصري في اي مكان في السعودية في الامارات في ابو ظبي في امريكا في انجلترا عمل اي عمل في ابداع اي مصري انت متفوق انت رائع انت بتشرفنا حتى لو ان هذا الانتاج لأي مكان وكمل ابداع الدرامي والانتاج الدرامي اللي حصل السنة دي مهول مهول وعودا الى الشركة المتحدة انا عشان اطلع لك كشركة المتحدة مسلسل واحد من دول في جيش بيشتغل وراه جيش وناس بتقرأ وناس بتعاود القراءة وناس بتبص على الدكورات وناس بتبص على الانتاج وناس بتبص على تصريح التصوير وناس بتبص على الاخراج والصورة يطلع ازاي والكواليتي يطلع ازاي عشان في انها اطلع لك المشاهد دي تعب كبير تعب كتير تعب ناس سمعيني دلوقتي بقول لهم سلم ايديكو ده جزء من الصروة المصرية اللي بيحصل في الإبداع ده في الدراما دي جزء من صروة مصر الأصيلة اللي انت بتتفرط بيه كانت الشركة المستحدة قد ساهمت بجزء من هذه الصروة في إنتاجها اللي حضراتكم شفتوه في رمضان ولنا تمنى ان هو يكون نال اعجبكم